تعرفت فتاة على شاب أجنبي عن طريق الفيسبوك وفي البداية كان إعجابا بهذا الشاب ثم تطور الأمر ليصبح حبا وعليه أبدى الشاب استعداده لدخول الإسلام والزواج بها وبالفعل قام الشاب بإرسال ألف ومائة وخمسين دولار وقال لها عليك بإجراء تحاليل الدم والقلب والكبد وتحاليل أخرى فردت عليه الفتاة تحاليل الدم كافية فرد عليها أنا أحب أن تجري جميع التحاليل لنرتاح قبل إتمام الزواج قامت الفتاة بعمل ما طلبه منها وأرسلت له كل التحاليل فأرسل لها مرة أخرى عشرة آلاف دولار لكي تطمئن ويثق أهل الفتاة بجدية الشاب على الزواج واتفق معها أنه سيحضر لبلادها لتسافر معه وبالفعل جاء إليها ثم أخذها معه بعد أن أخبر أهلها بأنه سوف يأخذها لعدة أيام في الخارج ثم تعود إلى ديارها وبالفعل سافر لكن الفتاة لم تعود ثانية إلى ديارها واختفت واختفى معها هذا المجهول القادم من حيث لا يعلمون وعندما لاحظ أهل الفتاة اختفاء ابنتهم وعدم عودتها قامت عائلتها بإبلاغ الشرطة على الفور وبعد ثلاثة أيام اتصلت الشرطة على العائلة وأخبرتهم أنهم وجدوا الفتاة في بلادهم لكن مع الأسف الشرطة وجدت جلد الفتاة فقط مجردة من جميع أعضائها واكتشفت أمر الرجل الذي كانت معه وعرفت من التحريات أنه يعمل في منظمة دولية لبيع الأعضاء وعرفوا أن الفحوصات والتحاليل التي كانت ترسلها له ما هي إلا معلومات كانت تهمهم عن الضحية لمعرفة كل شيء عن أعضائها وفصيلة دمها ليكتمل ملفها حتى يأتي ويأخذ كل أعضائها قد تدخل هذه القصة في دائرة صدق أو لا تصدق لكنها قصة حقيقية واقعية بطلتها هذه الفتاة ضحية الفيسبوك وفي هذا الزمان الذي نعيش فيه كل شيء من الممكن أن يحدث لقد أصبح الإنترنت اللصة الخفية الموجودة في غرف أبنائكم وبناتكم ومع الأسف سوء استخدامه هو الذي يعرض أولادكم للخطر إن لم يحسنوا استخدامه فاعتبروا يا أولي الأبصار وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوْتِيْتُمْ أَوْ يُحَاجُوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ فتاة غير مسلمة من دولة أوروبية سافرت إلى بلد من بلاد المسلمين مع والدها الذي دعاه أحد أصدقائه لمشاهدة بلاده وأثناء تجولها بين الأماكن سمعت في أحد المحلات القرآن الكريم بصوت الشيخ عبد الباصد فوقفت في ذهول من روعة الصوت وسألت صديق والدها عن اسم المطرب صاحب الصوت والأداء الرائعين فأخبرها أن ما سمعته هو تلاوة للقرآن الكريم الذي أنزل من عند الله على الرسول صلى الله عليه وسلم نبي المسلمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وفي هذه اللحظة ودون مقدمات تعلق قلب الفتاة بالقرآن دون أن تفهم معناه وأحبت أن تعرف كل شيء عنه وعن من أنزل عليه وعن الإسلام وماذا يقول عن الله وطلبت من والدها أن يمد الرحلة لأنها لن تعود إلا بعد أن تحقق أمنيتها فابتسم صديق والدها فرحا ووعدها بإمدادها بكل المعلومات عن الإسلام والقرآن ومنزل القرآن ورسول الإسلام وخلال ثلاثة أشهر عرفت الفتاة الكثير من صديق والدها ومن أبنائه الشباب فأعلنت إسلامها وأصبح اسمها فاطمة لقد أسلمت وهي مقتنعة تماما بقرارها خاصة بعدما عرفت كيف يصف هذا الدين الله عز وجل بصفات لم تعرفها من أي دين آخر فهو أحد ليس له والد ولا ولد وليس كمثله شيء فرد متفرد بالعبودية ومنزه عن النقائص صمد يحتاج كل الخلق إليه ولا يحتاج لأحد لقد أحبت الله حبا لا وصف له وبحبه أحبت كل ما يقربها إلى الله لذلك تزوجت ابن صديق والدها الشاب التقي الملتزم وكان عونا لها في رحلتها لتعلم اللغة العربية والإلمام بكل ما يدور بخاطرها عن الإسلام لم تكتفي فاطمة بذلك بل تعرفت على داعية إسلامية كانت تسألها وتحاورها عن كل شيء تجهله خاصة بعدما أجادت اللغة العربية وحفظت أجزاء كثيرة من القرآن وفي أثناء رحلتها أنجبت فاطمة طفلين قامت بتحفيظهما القرآن من صغرهما وتعليمهما العبادات والأخلاق الكريمة حتى اقترب من سن الشباب وفي أحد الأيام وأثناء جلوس زوجها معها وجدها تفكر وتبتسم وأخبرته أنها تفكر في قوله تعالى ليس كمثله شيء فسألها وهو يبتسم هل تعلمين ما هو أعظم نعيم في الجنة؟ فقالت الأنهار قال لا قالت الأشجار قال لا وبعد أن ذكرت أشياء كثيرة قال لها أعظم نعيم في الجنة أننا سنرى الله فدهشت الزوجة ولم تصدق ثم اتصلت بصديقتها الداعية التي أكدت لها صدق كلام الزوج وقرأت عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه إذا دخل أهل الجنة يقول تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخن الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى ثم أضافت من عظم أمر الله ووقره في الدنيا وصدق في محبته له عز وجل فإن الله تعالى يمتعه في الدنيا بأن يحوطه ويرعاه في حياته بالرحمة والبركة ويوم القيامة والحر شديد يكون في ظل عرشه فيمتعه بجواره في الجنة والتلذذ برؤيته بكت الزوجة بكاء شديدا وكلما حاول الزوج تهديئتها تقول له لا أحد يعلم مدى عشقي لله إنني أعمل كل ما يرضيه حبا فيه وكم أنا سعيدة الآن برؤيتي له في الجنة لقد أصبح شوقي وتلهفي لهذا اليوم أعظم من شوقي لأي شيء في الدنيا مهما عظم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرفون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سيدة توفي زوجها وترك لها ثلاثة أطفال أكبرهم في العاشرة من عمره ولم يترك لها مالا وعندما علم جارها الحاج فتحي بحالها تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرمالة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وقرر مساعدتها دون علمها فقام بتزديد كل ما عليها من إيجار متأخر كما سدد عنها ما عليها للبقال وأوصاهما بعدم ذكر اسمه لديها كما اتفق مع أحد رجال البريد من أصدقائه أن يسلمها مبلغا شهريا خصصه لها طوال حياته دون أن يعلمها أيضا باسمه ويخبرها أن المبلغ من الدولة حتى لا يحرجها كانت هذه السيدة لا تحب الحاج فتحي وكل ما رأته نظرت إليه بغضب كما كانت تتحدث عنه مع جيرانها بصورة سيئة وتدعي أنه رغم غناه فهو بخير ولا يتصدق على أحد وكثيرا ما كانت تسبه بصوت هامس كلما التقت به وكان يقابل تصرفاتها بابتسامة وتسامح بل وذهب لابنة أخيه التي تعمل معلمة بالمدرسة التي يدرس فيها أبناء السيدة وطلب منها أن تعطيهم دروسا مجانية وتشتري لهم ملابس على نفقته وتقدمها لهم كمكافأة على تفوقهم فوافقت ابنة الأخ وتقربت من السيدة وأبنائها دون أن تخبرهم بقرابتها للحاج فتحي وبعد ثلاثة أعوام توفي الحاج فتحي وفوجئت السيدة بأعداد لا مثيل لها تصلي عليه وتمتدحه بكل خير وكانت المفاجأة الكبرى عندما وجدت ابنة أخيه تأتي وتبكي بكاء شديدة وعندما سألتها عن صرتها بالحاج فتحي أخبرتها بأنه عمها فلم تقل شيئا وظلت في دهشة كبيرة وبعد أيام جاء موعد استلام الراتب الشهري للسيدة ولكن رجل البريد لم يأتها فذهبت إلى بيته لتعاتبه بشدة على تأخره عليها فأخبرها أن الحاج فتحي هو من كان يتصدق بهذا المبلغ طوال حياته وقد انقطع المبلغ بعد وفاته فصعقت السيدة بعد سماع الخبر وندمت ندما شديدا وأخذت تعاتب نفسها وهي تبكي كيف يحسن إلي في السر وأسيء إليه في العلانية فقال لها رجل البريد متأثرا ولله المثل الأعلى فنحن جميعا نخطئ مثلك في حق خالقنا فالله سبحانه يحسن إلينا سرا ولا نعلم ونحن نعصيه جهرا وهو يعلم يا أختي عليك بتصحيح الخطأ والاعتراف بفضل الرجل بعد وفاته وعدم الحكم على الناس دون علم ذهبت السيدة إلى ابنة شقيق الحاج فتحي وقدمت لها العزاء وبكت أيضا من الحزن والمفاجأة عندما علمت بأن عمها هو من طلب منها أن تساعدها وأنه لم يغضب منها يوما بل وأوصى براتب التقاعد لها ولأبنائها وبعد أعوام أصبح أبناء السيدة من كبار رجال الأعمال وقامت ببناء مسجد باسم الحاج فتحي كصدقة جارية له وعرفانا منها وأبنائها بفضله عليهم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهلوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير